تمكن غطاص الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ فجر اليوم من انتشال جثة الشاب الذي غرق في مجرى سيل في منطقة خريبت السوق بعد عمليات بحث مستمرة على طول مجرى السيل الممتد إلى منطقة زيزيا وقالت إدارة الإعلام في مديرية الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ عملت على وضع حواجز ترابية لتقليل سرعة جريان المياه وتسهيل مهمة الغطاصين في عملية البحث هذا وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف قامت بنقل الغريق إلى مستشفى البشير الحكومي